أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي فقرة ترند الأهلي بقى هنستعرض مع بعض المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا عشان نشوف سوشيال ميديا والجمهور ووسائل إعلام ركزت عليه خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد الانتصارات المتتالية في الدور العام وأخيرها بربعية على فريل إنتاج الحرب نبدأ مع بعض من خلال الصفحة الرسمية والحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر واللي كتب نصور لا تعرف طعم الخسارة ست مباريات بستاشر نقطة بستاشر هدف زي ما قلت لكم ست مباريات الفوز في خمس لقاءات والتعادل في مباراة واحدة ستاشر نقطة في مباراة معجلة مع نادي الزمالك أحرست ستاشر هدف أعلى رصيد من الأهداف في المباريات خلال الفترة الحلال لذلك الأهلي في الصدارة بمنسبة ستاشر هدف زي ما قلت لكم منهم هدفين في الشوت الأول واربعتاشر هدف في الشوت الثاني وده يندل على شيء بيدول للنادي الأهلي فريق الشوت التاني وبيقدر يحسم المباراة في الخامسة واربعين ديئة السنة لكن طبعا يا رب الفترة القادمة يكون الأداء إجمالا خلال التسعين ديئة نروح مع بعض لصفحة يلا كورة والحساب الرسمي على الفيسبوك صورة جماعية لبيت سمسيماني ومع طبعا قهراء ومحمد شريف وقاليو جينج وعنوان الصورة الأهل يبدع ويمتع ويتجاوز محطة الإنتاج بربعية ليستعيد الصدارة من الزمالك بفارق الأهداف الزمالك كان فاز طبعا مبارح على المصر بهدف مقابل لشيء لكن سريعا بعد مباراة الزمالك بالتسعين ديئة قدر الأهلي يركب قمة الدوري ويكون في الصدارة في أول الدوري طيب نشوف مع بعض أيضا كمان صفحة في الجول والحساب الرسمي لها على تويتر واللي أم باختيار يعني أعلن اختيار متابع في الجول لرجل المباراة وكان أكرم توفيق هو رجل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي لعيب محوري زو السلسة ريئات زي ما بيقوله طبعا بلغة الكورة وسط ملعب مدافع بقريت ربنا يحميك يا أقرم إن شاء الله وتكمل على نفس المنوال وتكون لعيب جوكر في صفوف النادي الأهلي حساب سبورت 360 مصرية على تويتر اتكلموا على أهم المكاسب اللي حقاها الأهلي بالأمس أمام الإنتاج الحربي هم شافوا إن فيه خمس مكاسب النادي الأهلي حققهم من انتصاره أمام الإنتاج الحربي أولا أكبر انتصار في الدوري الأهلي مبارح أكبر انتصار ليه في مسابة الدوري حتى الآن نتيجة 4-1 تاني حاجة ده الفوز الخامس على التوالي وسلسلة انتصارات متدالية في الدوري تالت حاجة استعادة الصدارة استعادة الصدارة بعد من فقدها لمدة ساعات قليلة بعد فوز الزمالك على المصري عشان جدا أنا بقول لكم أهم حاجة الفترة حلا تفضل في الصدارة لأنه محدش عارف الموقف بالنسبة للدوري الفترة الجاية تبقى للليحة لقدر الله لو في أي أمر طارق ساعتها انت طول ما انت في الصدارة هتبقى أضمك بنسبة كبيرة بطولة الدوري عكس اللوايح اللي كانت موجودة في الفترات السابقة وده بالتأكيد يعني تم تعديله عشان الأمر لطب المتعلق بفيروس كورونا وتأثيره على البطولات خلال الفترة الحالية المكسب الرابع تجربة بعض اللاعبين انت كان عندك عدد من اللاعبين كانت غايبة الفترة الأخيرة سواء بسبب الكورونا أو حتى الإصابة رجع رامي ربيعة شارك في جزء من المباراة رجع محمد هاني قبلهم كان سعد سمير شوية شوية يدخل كمان مراوان محسن بإذن الله خلال الفترة الجاية مع بداية إن شاء الله قوية لوالتر بواليا خلال الفترة الحالية وآخر مكسب زي ما أطلق عودة المصابين واللي شاركوا في مباراة الأمس وده شيء رائع جدا من بيت سمسيمان أنه بيعتمد على كل الفلين لسه المشوار طويل سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي فهتحتاج لعبك كتير جدا وانت القائمة عندك فيها أريحية 35 لعب محلي أو 40 لعب في القائمة الإفريقية طيب نروح بقى للاعبنا الكابتن وليد سليمان اللي قدم مبارح مباراة إعاة أمام الإنتاج الحربي كتب على حسابه الرسم على الإنستجرام الحمد لله مبروك الفوز لي ولجمهورنا العظيم والقادم أفضل بإذن الله طبعا أنا أعجب من التعليقات الحاوي تسلم يا مسلم على طول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الناس كلها مستمتعة بعدها وليد سليمان وليد سليمان زي ما قلت لكم لعيب زي ما بيقولوا كده لمواصفات خاصة أولا وليد سليمان قصة وسطورة لو اتحكت من بداية منطقة للنادي الأهل لغاية اللحظة دي فيلم وصائقي فيلم تاريخي لعيب بيحارب عشان يلعب في النادي الأهل لعيب بيرفض كل المغريات اللي بتجيله عشان يحترف بعد ما نضم للنادي الأهل عايز يلعب في النادي أيا كان دوره سواء أساسي أو احتياطي أو خارج التشكيل الرمز ده ده شيء إيجابي يدي مؤشر طيب لأي لعيب صاعد أو أي لعيب جاي من برا شوف النجم أو الكابتن الفريق أو عناصر الخبرة أو اللعيبة اللي منروح الزمن الجميل إزاي بتقدر تكون حريصة على نتقدم أفضل شيء داخل صفوف النادي الأهل والمهم في النهاية اللفتة الجمعية أو الفريق من ناحية جمعية وأهداف بصراحة مميزة جدا ليه وليد سليمان طيب الحساب الرسمي للنادي الأهل على تويتر زي ما قلت لكم بالكلم على وليد سليمان أربع صور بأربع كدرات مختلفة بعد إحرازه للأهداف بالأمس أحرز هدفين التالت والرابع وحطوا عنوان الزهب لا يصدق صرده بالاحتفال مع أكرم توفيق صرده هو رايح مع الكابتن سايد وبيت سموسيماني والاحتفال مبارح بيتسو موسيماني كان سعيد بهدف وليده وإدى ريأكشن رائع جدا واحتفال بيتسو مع وليد سليمان وبيتسو مبارح أصره أن يتكلم على وليد سليمان في ختام المؤتمر الصحف طيب لسه كمان مع وليد سليمان ولكن من حساب سبورت 360 مصرية واللي تكلمه على فكرة وليد سليمان يهدد عرش ساحر النادي الأهلي هم بيتكلمه عن ناحية رقمية أن وليد سليمان بيحتاج لست مباريات فقط لمعدلة رقم الأسطورة الكابتن محمد أبوتريكا والذي شارك في 287 مباراة في جميع المباريات وسجل 126 هدف فبالتالي ست مباريات يقدر وليد سليمان يقرب من رقم الأسطورة الكابتن محمد أبوتريكا ودائما كده تحتيم الأرقام القياسية بيكون من داخل جدران الأهلي سواء النادي بيقسر أرقام القياسية اللي حقاها من قبل أو حتى اللاعبين بيقسر أرقام سواء زملائهم الحاليين أو حتى السابقين ففي النهاية الحمد للأرقام كلها في استحواز النادي الأهل طيب صفحة جول مصر لسه بطلق الدوء على وليد سليمان ومن الحساب الرسمي لجول على تويتر قالوا يبلغ من العمر 36 عاما في آخر مباراتين أحرز 3 أهداف آخر ما تبقى من جيل الأهل الزهبي وليد سليمان طيب لسه برضو مكملين في هذه الجزئية ولكن من حساب سبورت 360 مصرية قالوا على وليد سليمان قائد بقلبه وبروحه قبل ما يكون لاعب للأهل وليد سليمان فخر لكل الأهلوية طيب نروح كمان للصفحة الرسمية اللي في الجول واتكلموا على وليد سليمان ولكن من خلال موقع كوراستاتس انت بتتكلم على الأرقام والإحصائيات قالوا وليد سليمان سدت 3 تسديدات على المرمى في الدوري الموسم الحالي جميعها سكنت الشباك من 3 محاولات إحراز 3 أهداف في معدل زمن لو حسبنا وليد سليمان منذ أول مباراة في الدوري الغد دلوقتي ما كملش نقدر أقول 45 دقيقة أو شوت كامل لكن تاني الهدفين في الدوري يبيه 3 أهداف وقاله من 3 تسديدات 3 أهداف طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت وهنا بنتكلم بقى على موسيماني بيبلغ حسين الشحات برفض رحيله من الأهلي أريد تقرار السلسية هنا بنتكلم على بعض المواقع كانت تكلمت على فيه عروض لوحسين الشحات من الإمارات لكن طبعا بيتسو موسيماني حسب وعلى عهدت الزملاء في الوطن سبورت بلغ حسين أن طبعا رفض كل العروض وأنه هو مصر على استكمال الفترة القادمة لحسين مع النادي الأهلي عشان نقرر السلسية خلال الفترة القادمة طيب أخيرا وليس آخرا من حساب بطلاط على تويتر نشر تصرحات للكابتن سامي أمصان مدرب النادي الأهلي واللي طبعا بيرض فيه على أنباء غضب محمد شريف بسبب بوالية إحنا عني بدأ نتكلم بقى الفترة الحالية على إيه؟ محمد شريف كان بادئ الدور بشكل كويس وجاب أهداف بشكل رائع أول من ضم والتر أبوالية ابتدى هو اللي يشارك فابتدى محمد شريف جندكة البودلاء البعض بيحاول يربط الأحداث ببعضها ويقول إن فيه غضب لكن في النهاية هيوجد نظر فنية للجهاز الفني طيب الكابتن سامي أمصان رد على هذه التصرحات وقال إيه؟ أنباء غضب محمد شريف بسبب بابوالية غير صحيحة لا يوجد لدينا مثل هذه الأمور داخل النادي الأهلي سواء حاليا أو مستقبلا أكبر دليل على ذلك وليد سليمان لعب كبير خبرة بيشارك في أجزاء معينة من المباريات وبيلعب في أي وقت وشريف لاعب زكي وواعد وهداف جيد للغاية وطبعا أفضل رد إن محمد شريف بينزل بيشارك والجهاز الفني بيعتمد عليه وممكن تشارك في خمس دقائق لكن تكون فعال وأبرز مثال وليد سليمان حاوي القرى المصرية